النكبة مصطلح يمكن اللي خلى الشعب الفلسطيني يحيي ذكرار رسمياً هو الزعيم ياسر عرفان ولكنه يوم في الزكرة الوطنية الفلسطينية من قبل 48 من ساعة ما بدأت الحملات التهجير ضد الشعب الفلسطيني لو تكلمنا عن هذا الملف بالتحديد أو هذا يعني المحور بالتحديد خليني الأول أترحم على أرواح الشهداء شيوخ ونساء وأطفال وشباب غزة اللي راحوا ضحية الهجمة الأخيرة الهجمة الشرسة الأخيرة وخليني يؤكد أن التاريخ حكم بالفعل على حكومة نيتنياهو بأنها حكومة مجرمة حكومة بتقوم بإبادة لشعب فلسطين النجبة يعني نحن لا نحتفل بالنجبة نحن نحتفل بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه النجبة أو بنوحي ذكرها يعني بنوحي ذكرى صمود الشعب الفلسطيني رغم النجبة اللي حلت بفلسطين وحلت بي الجيوش العربية أيضا وهنا لازم نتوقف أنه التصور العربي عن الجيش الصهيوني اللي حيقابلوه في 48 كان تصور خاطئ ما كانوش فاهمين أنهما حيقابلوا قرابة المئة ألف فرد إسرائيلي مدرب منهم جنرالات حضروا الحرب العالمية الثانية وحصلوا على خبرات عالية جدا في الحرب العالمية الثانية ولذلك الجيوش العربية اللي دخلت ولا يتجاوز عدد الأفراد 14 ألف تقريبا فرد وجهت مش بعصابات صهيونية وجهت بجيوش مدربة وخطط مدربة بينما الجيوش العربية دخلت بدون خطة وطبعا الوضع في مصر وفي العالم العربي في هذا الوقت كانوا دول واقعة في قبضة الاستعمار البريطاني والغرب هو متآمر أيضا من أجل زرع هذا الكيان السرطاني الصهيوني في قلب فلسطين وبالتالي الهزيمة أو النجبة التي وقعت في 48 مسؤول عنها عدم التخطيط في جيوش داخلت ما تعرفش أساسا هي هتعمل أيه شوء التقدير قرار الملك فاروق بدخول مصر حرب فلسطين جاء فجأة بالنسبة للجيش المصري التفوق في الأسلحة وعدد الأسلحة ويمكن أنا ريت كتاب بعنوان الرواية الرسمية الإسرائيلية عن حرب 48 من الأشياء الموجودة في هذه الرواية أنهم استعدوا من الثلاثينيات بصناعة ما يعرف الرشايرش الإسرائيلي الرشاش الصغير ده وصنعوا تحت بير السلم في فلسطين قرابة 33 ألف رشايرش عشان يستعدوا لليوم اللي هيبقى معروف أنه العرب هيتحركوا فيه ضد إسرائيل أو ضد هذا الكيان السرطاني وبالتالي إحنا دخلنا حتى جغرافيا ما نعرفش كل الجيوس العربية على فكرة اللي دخلت بشكل ده طبعا الأسلحة ما كانتش عند المستوى والأسلحة بالنسبة للجيش المصري أسلحة كانت مستخدمة بلاش نقول الأسلحة فاسدة لأنه ثبت أن هي أسلحة مستعملة في الحرب العالمية الثانية وتجار السلاح مع الملك فاروق اشتروا هذه الأسلحة وسلحوا بيها الجيش المصري مش زي ما إحسان عبد قدوس قال بقى أنها مدافع بترد في صدر الجندي المصري لا هي مستعملة وبالتالي مش في كفاءة الأسلحة اللي كان بيتسلح بيها العدو أيضا عدم التعاون بين هذه الجيوش وأعتقد المشهورة قوي لما تقدم الجيش المصري ثم وقع في حصار الشهيل اللي هو حصار الفلوجة وطلب مساعدة من الجيش العراقي أو القوات العراقية اللي كانت على مقربة منه فكان الرد ماكو أوامر ماكو أوامر يعني مافيش أوامر لمساعدة الضباط والجنود المصريين كانش فيه تعاون ماكانش فيه تعاون ولا فيه تخطيط ولا فيه أسلاح تنسيق يمكن نقول ماكانش فيه تنسيق أكتر ما بين الجيوش مافيش تنسيق مافيش خطة القائد العام للجيوش العربية قائد إنجليزي الجنرال جلب الأردني القائد الجيش الأردني وقائد عام طبعا البطولات اللي عملها الجيش المصري في حرب 48 كلها راحت هباء بسبب الهدنة الأولى ثم الهدنة الثانية ثم الانسحاب ويكتب التاريخ أن هنا بقى النجبة أنه خلاص زرع وأعلن قيام هذه الدولة في قلب فلسطين ترجمة نانسي قنقر